مرحبا بنا عيدكم اول شي وبلش هالسنة بعدك فرصة صغيرة بريكا بسريع عوان كنا متل هالوقت سنة الماضي وين صرنا اليوم وشو صار بالنص والحالة اليوم بالبلد مع تسعير الخلافات قبل الانتخابات طيب واحد يعطي صورة عامة بالبداية بدي اشكر كل السبسكرايب للشانل كل اللي بيعملوا لايكات على الفيديو بيكتبوا كومنتز بتابعهم دايما ودايما بيخد من هالكومنتز بعض النصائح وبطبقها منا قصة ترانسليشن للمقابلات تحديدا بداية نشوف بعضين فيديوهات اللي بدنا نبلش الشغل علي بس هتاخد شوية وقت لانه صاروا اربعين حلقة مع الاكستراز تابعهم في بعض الحلقاتي على جزئين والحلقات ساعة وساعة ونص وايام اكتر حتى فبس يخلصوا كلهم نزلهم كلهم وبعلن عن الشي انه صاروا سبتايتلد ومن هون يكبر رايح بتصير كل مقابلة جديدة سبتايتلد وايضا شكر لكل اللي عم بيساهموا عبر منصة بيتريون ليبقى هالمنصة المستقلة عن الاعلانات واي تمويل سياسي ام اعلانة حتى طيب يبقى في صحافك مستقلة عم نجرب من خلال هيدا البلاتفورم متاح قلنا نعبر فيه طيب سنت الماضي بكانون التاني بجانيوري يعني سعر صرف الدولار كان 8500 الليرة كان 8500 للدولار بوقتها كنا بطور تقليف حكومي وكان الرئيس المكلف سعد الحريري ايضا بهذه الرعاية الفرنسية وقبول مختلف الاطراف مع اعتراضات اكيد بس كان على اساس انه شو الحصص شو صار من 8500 لو صلنا 30 الف بعد سنة واحدة اولا خلال هيدا السنة انشال الدعم عن مختلف السلعة ودايما ما الحق على حدا دايما انه تخذوا القرارات والكل اعتراض عليها الكل الكل اعتراض هلأ وقتا يرجع يصير في حكومة ويجتمع مجلس نواب ويصير كلهم المثالين هون وهون ما حدا بيرجع بعيد النظر بهول لبل بالعكس بيصيروا ياخدوا قرارات هالمرة انه الدعم على الدواء اذا كان على بعض الادوية بعضه موجود من خلال سعر صرف معين عاملوا مصرف لبنان 35% من نزلوا شويلة انبطر في مصريات بقى هو اقرار بالقرار السابق على الرغم من اذا بنتذكر وقتها تخذ القرار من قبل مصرف لبنان الكل ايامته وخبرونا انه بده يتحاسب وكذا تاني نقطة ما تحاسب المصرف المركزي على شيء لبل صديقه الصدوق لحاكم المصرف المركزي يختار رئيس حكومة بتسميه من اغلب الكتل النيابي وبثقة تنعطر الحكومة من اغلب بعد شويا اذا كانوا التيار وطن حر ما سموا نجيب مئاتي رجعوا بعدين عطيه الثقة وشاركوا بالحكومة واللي هو صديقه لحاكم المصرف المركزي وتم حدا كرمال الميساقية يعني اذا في سنة وموارنيون بعد في الشيعة الشيعة بنقوا من حصط الوزارية وزير المال يوسف الخليل الموظف في مصرف لبنان وقيده اليمين لرياض سلامي تا ما يكون فيها يلبس عند حدا انه هالقرارات وقت يعترضوا عليها فعليا عم بيحضروا حالا لأجواء انتخابية فلابد من الاعتراض لانه قرارات غير شعبية ومن هون متل ما قالت بفيديو سابق ما بقى لأوي كتير يطلعوا بالعالي عرياض سلامي افضل خدمة صارة كرمالهم رياض سلامي بنفهم انه عم بيسبوه كرمال الانتخابات بس الشغل اللي هني بدون يعملوه عم بيشيلوا عن ظهرهم بقى نحن نحكي عرياض سلامي مش هني هلا خلال السنة كمان يعني المصرف المركزي اخترع حوالي السعران ثلاثة اسعار جديدة للصرف 8000 ليرة للصحبات من المصارف ليرجع يقلع مكانة تحميلنا الخسائر بعد طلب لجنة المال والموازنة لهذا الامر انه بنا نعلي لهذا السعر بيقوم هو بياخد القرار بعد حوالي الشهر شهر ونص وبيقوم ايامة النواب اللي هني كانوا عم بيطالبوا بهذا الامر مجلس نواب انه اوف ما بيصير وسعر الصرف شو بده يصير فيه عم بتكبر الكتلة النقدية بالليلة اللبنانية وتجليط عن ناس من جديد فاذا لم توحد اسعار الصرف لم يقر قانون كابت الكنترول عم نحكي فيه من من اخر الالفان وتسعة عشر بعد صنع بالالفان واثنان وعشرين تعرفوا المجلس النيابي عنا ما بيقبل اي قانون يقر الا ما يكون على الليبرا فالشغل نظيف بياخد وقته معهم كرمالتا ما يجينا قانون كابت الكنترول فيه عليه اي غمش معلاش ثلاث سنين شو بيفوت مصريات ما بنعرف شو بيتحول لبرا في عنا سرية مصرفية يوم احدا في يعرف شي كمان من اللي ما صاروا بهذه السنة انه اذا كنا عم نطالب نحنا بتذكر انا كنت بندوي بوقت المظاهرات بالفان وتسعة عشر بتشرين وبعدها بشهر يمكن وكننا عم نقول انه اهم الشي بازمة مالية هي صراع مع الوقت كل ما يمرق وقت اكتر كل ما الاخسارة تصير اكبر واكلفة الاجتماعية تصير اكبر والمجتمع بيكون عم بيخسر رأس مال مادة بالمصريات ورأس مال بشري بالناس اللي عم تاجر منه وهو اثنين هن الحاجتين الاساسيتين لاعادة انتعاش الاقتصاد وانطلاقه لاحقا فاللي ضروري يصير وكانت بوقت الحديث مع مجموعات المعارضة انه هالمجموعات هالأحزاب تعمل برامجة الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل عام لانه ما فيش اهم من تحديد اذا واحد وصل على الحاكم شو بده يعمل بازمة مشكلته يصراع مع الوقت وبإفادة تاني معقول يعملوا هذا الأمر انه على الالي منفهم عشو مختلفين هول عالم مين من بيناتهم فيه تحالف مع مين ومين لا اغلب مجموعات المعارضة ما عملت هالشي بعد سبق وذكرنا بعض المحاولات الى جانب طبعا اللي عمل مشروعه هو المواطنون المواطنات في دولة وصار في محاولات من المرصد صار في محاولات من اللي حقي ويمكن في بعض المجموعات الاخرى ولكن بالاغلب ما شفنا شيء ويمكن تأثير مني في بعض المجموعات انا صراحة في بعض المجموعات الصغيرة لدرجة انا كمان بفيديوهات سابقة واحد عم يطلبهم ازا بتكون تعملوا خدمة وطنية كرمال هالناس وكرمال هالبلد روحوا نضموا لمجموعة تانية اوهوة حيش بقى مجموعات انفرتعة ولكن الاهم لان هون بعدنا عم نحكي عن احزاب خارج السلطة في واحد يطلبها ماشي الحال لاهم انه بعد ثلاث سنين على الازمة لأ سنتين حلق فتنا بالسنة التالتة بعد ولا حزب من احزاب السلطة اللي بيشاركوا بحكومات اما اللي بيعارضوا حكومات يعني اكانوا قوات ولا حزب الله يعني ومباين اثنان ولا واحد منهم عنده برنامجه الاقتصاد اله عنده خطته المالية اله عنده رؤيته لا كيف بده يندار البلد بالصورة الامثل بالنسبة لأله لو واحد يعرف وقتا عم بيشارك بحكومة يحاسبه انت كيف ايلاك بكتعمل هاك وقتا عم بتسب رياض سلامة وكيف عم تقبل بها ترجع انت بتقول بكتعمل هاك ما رياض سلامة عم بيعمل هاك لش ما بتحاسبه هيدا الشي كمان سرقاطع سنتين شو بدي بالحكومة انه ما عنده بعد خطة الاحزاب المشكلة للحكومة ما عنده خطة فبيبقى ايهم متل عادي هادي الالية التزاكل اللبناني عنده انه الاحزاب انه بديدتكو اوسع هامش لانه للمناور عجمهوره لانه اي خطة واضحة بده تكون بمهل زمانية بتخلق بتضيق شوي عليهم هامش لو واحد يقدر يحسبهم واحد يقدر يحكي سياسة مش يحكي تنظير وقصص خاصة بجنس الملايكي يعني فهو ما عنده المصلحة فيه خصوصا انه قواعدهم هي مقلفة طائفيا والطواف فيها غني وفقير متعلم مش متعلم اللي بتكون ايه من السلم الاجتماعي وما بدهم يزعلوا حدا منهم لانه باي خطة اقتصادية وميليية ويطروا يزعلوا ناس ع حساب ناس لان في توزيع خسائر بده تسير فكما توقعنا من سنتين ما عملوا شي بهيدا الصدد وبعضهم بنظروا ع البشر بانه شو لازم يسير للحلة اول شي بتكون تعملوا تخفف وتنظير خبرونا انت اذا بتحكم لحالك خي انت ما تتحجج انه واحد بيخليك واحد ما بيخليك والمشكلة بالتركيب السياسي بالبلد والمشكلة بالنظام السياسي بالبلد انت شخصيا اذا انت بتتمنى تحكم لحالك طيب لحالك كيف بتديروا هاده الشي بعد لليوم مع حدا خبرنا عن ورقة من ساعة الحرية اتحولنا لعن نجيب مياتي يعني من تهايه بوقتها اعملنا الفيديو انه من تحت الدلفل تحت المزرب بتركيب الحكومة اللي حكينا عنها هي حكومة رياض سلامة ونجيب مياتي بموافقة كل الاحزاب واعطاء الثقة هلأ بيجينا جيب مياتي بقاب بيتحولنا حوق الصحب الخاصة يعني فات على البلد مليار ومية وخمسة وثلاثين مليون دولار بالدولار بيرجع بيجينا موسم اعيد بيجي عليه سواح وبيصرفوا دولار يعني حكومة وحوق صحب خاصة وصواح بظرف ثلاثة شهر بقاب كان سعر الصرف تسعة عشر الف ليلة للدولار بتخلص السنة بقاب ثلاثة شهر يعني سعر الصرف ثلاثين الف ليلة واحد بدي يسأل طيب هيحوق الصحب الخاصة هالمليار ومية وخمسة وثلاثين مليون دولار اللي نعطيت من صندوق النقد تحديدا لمعالجة حالات الركود اللي عم بتصيب الاقتصادات بسبب جائحة كورونا كيف استفدنا مننا نحنا وشو مفاكرين تعملوا فيها وين راحت عند مصرف لبنان بتنعطى بكرة بالليلة اللبنانية للدولة اللبنانية وعاية سعر صرف للدولة اللبنانية ليش ما أثرت بشي على سعر الصرف هالسواح ليش ما أثرت بشي على سعر الصرف والتنظير الهمايوني طبعا بعض صحفيين نظام على التليفزيون انه بس عملوا حكومة وشوفوا كيف تندار القصص هيئا عملت الحكومة وتحكتوا عن الناس بوقتها نزلتوا من 22 ألف لان رجعت تقلفت الحكومة بنص أيلول اذا ماني غلطان ولا بآخر أيلول ونزلت 14 ألف ليرة وبلشت تدبكي على التليفزيونات عند هولي صحفيين نظام وخبراءه الماليين والاقتصاديين الكبير فيهم حقه فرنجان انه مش الحال وشفتوا لو ألفنا حكومة من قبل ما كانت صارت هالخسائر الحق كله على التعطيل السياسي واز هيا أنا بال30 ألف ليرة مع هولي العامل كله سوا من بعد ما تتألف الحكومة اللي بيتسمى فيها نجيب مئاتي من قبل فريق هولي رؤسة الحكومات السابقين حلفاء واتماني أدارو حلفاء استثناءات قليلة وبيرجح الاستثناءات تضاءل أكتر بعد وقت ما نعطي السئة للحكومة بيمشي السئة عمب وجنب طيب من بعد ما كل الأطراف على أيلة اللي مشاركة بالحكومة عطتها السئة على الرغم من شخصية رئيسة والوزراء اللي هن يسمون دائما منذكر يوسف خليل لأنه هو هيك المعبر الأهم عن هالكاليبر اللي تم اختياره وحقهم بس على القليلة يعني يحملوا مسؤولية أفعالهم مش بيعملوا الفعل وبعدين بيصيروا يشكون لقلنا أنه هيدا أمريكاني وهيدا سعودي ومدري شو وقالز ما في الشهر شهره شوي لحكومة اللي إجت بهالفرح الوطني كله سوا تعطل من أعضاء حزب الله ما بيعمل اجتمع لأنه عنده مشكل بموضوع تحقيق المرفأ والقاضي طارق بطار علما أنه القاضي طارق بطار وتحقيق المرفأ هني قضايا سابقة لتأليف الحكومة إذا أنتوا عندكم مشكلة بهالموضوع ليش عم تعطوا الحكومة ليش ما اشترطوا بالأساس تتسمون جيب مئاتي يلتزم بواحد واثنين وثلاثة على القليلة يعني إذا ما بكنت تلتزموا بقضايا وطنية خاصة بالمشاكل الاقتصادية والمالية اللي عم بيصيبها البلد بالقضايا اللي أنتوا بتعتبروها بأولوياتكم ولا منجيب رئيس حكومة بحجة هيدا الوحدة الوطنية شو هتضحك على البشر دحكة وطنية وهلأ نحكي على السطوح لأنه فيه انتخابات بس متى جبنا لحكومة منرجع على نقطة السفر وكل واحد بيرجعن لخطابه العالي السقف هلأ هاي من ميلة حزب الله من تاني ميلة خصومه القوات كانوا رافضين لحكومة معارضين لألا لأنه هني هلأ صاروا عندهم خطاب أنه هني كانوا ومفروض كل العالم تصدق الخبرية وما حدا ينزعج ولا حدا يعتبر فيها نفاق ولا شي مش أنه القوات كانوا بالحكومة اللي أسكتت من خلال المظاهرات هذا كله بنا ننسى كثير عم بيدافعوا عن ضرورة إبعاد الضغط السياسي اللي عم بيمارسوا حزب الله عن التحقيق بجريمة المرفق لحديت مصارد أحداث الطيونة وقت طلب من سمير جعجع الحضور للشهادة الإدلاق بإفادته اللي هو بيرفض سمير جعجع وبيقلنا القضاء مسياس حزب الله هون بيعتبر القضاء مسياس القوات هون بيعتبر القضاء مسياس القوات هون بيتهموا حزب الله بأنه هو عم يدخل بالقضاء وهون العكس بالعكس حلو كتير هده البلد ويعني النفاق فيه هك ما حدا بينتبه له هلأ بالواقع اللي نحن فيه نوصل على واقع إنه معطل الحكومة بس منا نعمل تسوي لنرجع عن ما الشيء للحكومة كيف المسيحية ما بيحمله إنه نطير طارق البطار القوى المسيحية يعني والصناء الشيعة بده يطير طارق البطار نجيب مئاتي عنده موضوع إنه هو اللي عمل إنجاز مع صندوق النقد فبحاجة لتعاعدة تفعيل حكومته طيب تفعيل الحكومة بده يكون مشروط بقصة طارق البطار طارق البطار كيف فينا ما نطيره بس نطيره تطلع فكرة يعني كمان من هول الأفكار اللي ما حدا بينتبه على نفاقة للفكرة إنه خلينا نفعل عمل مجلس محكمة الرؤسة والوزراء ما بنشيل طارق البطار بس منفعل عمل مجلس محكمة الرؤسة والوزراء ومنعمل معه لجنة تحقيق برلماني بقلب المجلس من قبل النواب هن بصيروا يحققوا بجريمة المرفق منهم ما نطير البطار بصير في تحقيقان هيا قبل الانتخابات كافية بصير في تحقيق هون وتحقيق هون في تحقيق يروح على اليمين وتحقيق يروح على الشمال وربكن عليهم بكرة كيف منحلقك منحلق بكون طار البطار فليش لانه قال المجلس هادي من صلاحياته قال الدستور بيفرض انه يكون في محاكمة رؤسة ووزراء بهذا المجلس وهدي كذبة الدستور ما بيفرض شي الدستور بيقول للمجلس النيابي حين يشاء يعني يقرر انه يجيب قضية بيعتبرها من اختصاص هدا المجلس ويحولها لهون طب انتوا يا مجلس نواب طالما هلأ فقتوا على هادي الامكانية اللي بتحركوني ها الدستور ليش ما عملتوها من قبل 2020 ليش ما عملتوها من بداية 2021 ليش عملتوها بس وقت صار فيه نواب من عندكم عم ينطالوا نواب ووزراء سابقين وغيروا عم ينطالوا من قبل قاضي بيطار فقتوا هلأ انه آه لأ في عنا نحنا هيدا الصلاحية بنستعملها فازا هيدا دليل اكبر انه عندكم اشكالية بتكون تحلوها عبر هالالية للتهرب من اي مقاضات وبيطلع لكم بعض الاحزاب بيخبرونا بمعرض التشكيك بطريق البطار انه وين صار هالقرار الزني معقول صار قاطع سنة ونص على الانفجار اقل شوية وبعد ما فيه قرار ظني نفاق ما بعده هو نفاق لقوة سياسية يعني في عنده ما يكفي من الوقاحة انه من بعد ما تطير اول قاضي وتاخد وقت لتجيب التاني بيجي التاني بتعطلوا اكتر من نص ولايته بعدم قدرته على الملاحة او بطلبات رد وبكف ايد نقول له وين القرار الزني اذا منجمعهم عبعد كل اللي اشتغل فيهم هيدا القاضي ما بيطلعوا 6 شهر بس لنكون بالجو اذا مني غلطان بستراسبور بدري بتولوز صار انفجار كمان نيترات امونيوم طلع القرار الزني هلأ من بدعة اشهر بعد 6 سنين على وقوع الانفجار بلبنان بتعرفوا نحنا بكل الجرائم بتصير بالبلد القضاء عنا دايما سلطة سيسية ما بتقبل يتأخر على ولا شي ودايما قراراته القضاء بيحصم جرائم وبحل جرائم وقراراته الزنية عمبه جنب وبتطلع بشهر وشهران بما انه عنا سلطة سيسية على هيد ستاندرد بتحب تحاسب القضاء لانه مستويها هي ممنوعة يصير في اي خطأ بالموضوع العدالي والقضاء والمحاسبة وما بترضى يصير في جريمة من دون ما تنحل ونعرف مين اللي عملها ولا طبعا فساد اجوا بعد اقل من 6 شهر على شغله لهذا القاضي وهن اللي عم بيعطلوه وهن اللي رافضينه بيقولوله وين هالقضاء الزنية ما طلعته بعد هيدا واقع القضاء والحكومة هلأ بيبلش التموضوع للانتخابات النيابية بنرجع من فيق انه بين التيار وطني الحر وحركة امل في مشكل كتير كبير متل ما صار وقته رئيس التيار بيقول عند رئيس حركة امل انه بلطجي بتقوم لقيمة وبتتكسر بيصير في المشكل قدام مكتب التيار وكل الهمروج اللي صارت بوقتها هيدا كمان اذا ماني غلطان صارت يا بديسامبر يا بجانفيه 2017-18 يعني قبل الانتخابات بنفس عدد الاشهر نحنا فيه هلا بيتساعر هذا الخلاف بتصور بجانفيه بيتساعر هذا الخلاف بتقوم لقيامي بتخلص الانتخابات بعد اسموعين على نهاية الانتخابات قليل فرز اللي بيشنجل جبران بسيل وبيروحوا على عين التيني وبيقعدوا وبيطلع جبران بسيل بعد لقاءه نبيه بري بيخبرنا انه هو اللي كانوا عم يجربوا يتصيدوا بيني وبين رئيس بري فشروا وهلا نحن رح ندشن علاقة رح تحقق انجازات للبلد لانه فيه حرص من اثنان على البلد هذا الخطاب صار وفيكم تراجعوه بتقري بعض انتهاء الانتخابات ببعض اسابيع هلا من فيعة هيدا المشكل هنيوا عم بيألفوا حكومة المشكل على الحصص هلا بتسير المشكل انه هو فاسد لأ هيداك فاسد انت نصاب لأ انت نصاب اذا حدا منكم نصاب وارتضى يقعد مع التاني بحكومة بتقرر مصير البلد على عشرة وخمسة عشر سنة اذا بلشوا اي اتفاق مع صندوق النقد ما علاج انتش راكب النصبي لأوي تقدوا تصبوا بعض على التلفزيون ولا تعملوا انتخاباتكن الا اذا حدا منكم فعليا بياخد قرار جدي وبيفرجينا بالسياسي وين معرض خلافه الحقيقي وبيتصرف على اساسها يا باستقالي من الحكومة يا بوضع شروط سياسية على التعاون مع اي حزب سياسي اخر بس مش بنبقى نحنا من لت على بعض لتيات بكرة بنعمل انتخاباتنا وبتخلص الانتخابات وهذا البلد طوايف شو فينا نعمل القوي بطيفته بننفوته وبنعمل حكومة واحدة وطنية وبنرجع كلنا مفوت بالحكومة هذا الدجر على البشر يعني ان شاء الله ما يكون بعض بيقطع بنفس الوقت سعد الحريري اليوم بيخبرنا باتصال عمله مع رئيس الجمهورية انه منو محمس ليشارك بطولة الحوار اللي داعي الى رئيس الجمهورية ليش لانه الحوار الجدلي بيصير بعض الانتخابات ففينا نفهم من هذا الموضوع انه السيد سعد الحريري بيرجل بعد هيدا هيك التنبزة شوي انه هو برات البلد ومنو اكيد وشو بدي يعمل بكرة بيجعب يشارك بالانتخابات اللهم اذا ما صار شي ولا مين بيعرف بس هيك تصريح يعني بدو شارك بالانتخابات فعشوها التمثيلية كلها سوا غياب الخطاب السياسي عن كل هول احزاب يعني بفهم واحد بلش يفتعل مشكل مع بري وبر يفتعل مشكل مع اون وسعد الحريري بدو يعمل مظلومية ويرجع من بعدها يرجع يستسير بعض العواطف على امل يجي ارشان كمان مع هالعمالية وكل واحد من هول اللاعب يعود يوزع العالم مفهوم بس كمان حقنا يعني وقتها نفس المسرحي ينسي الحاضرينا يعني انا عمري خمسة وثلاثين سنة بلشت قوع شوية عالسياسي من عشرين سنة يعني نفس الخبار من ايام السوري هون احرد وزعل وكذا اخر تمناقوا بيقضوا سوا ما مننسى طيارة الدوحة كيف زقتهم كلهم سوا بعد ثلاث سنين تمانية واربعة عشر قتلوا العالم بالشارع ماشي هولي المستقبل رئيس الرئيس الجمهورية من ميلته بعد فكرة انه في الرئيس الاوي وفكرة انه في الصلاحيات والدفاع عن الصلاحيات وفي فكرة انه حماية الدستور هذا موقع حامل الدستور بيعمل بتصور خطيئة بالنسبة لالي يعني بالنسبة للخطاب اللي هو عم بيقولو انه بيدعي لطاولة حوار اللي هي هدي مقامة الانونية هي مثل الصبحية اللي معقول واحد يعملها هي جيوعة ويجمع الجيران يحطوا جرة صاج يعني هذا جرن حديدي طبعا الصاج ويقعدوا يصبوا قهوة ويلدتوا هي مثل الانونية طيب حوار نفس الشيء الا اذا اعتبرنا انه مؤسسات الدولة ايضا اللي بنعملها معركته هلا بنقدل الناس كرميلة بالانتخابات نيابية كمؤسسة ومجلس الوزراء اللي بنعطل البلد كرميلة نعملو 13 شهر الا اذا هولي شكليات نضحك فيهم عالعالم بينما القرار الفعلي بياخدوه ست سبع اشخاص فاتنقدر ناخد قرار طاولة حوار اللي حريص على الرئيس الاوي وصلاحياته وحريص على مؤسسات الدولة والدستور مش مفروض يكرس هيدا العرف وهاد البدعة اللي خلقتها عشائر الطوايف عشائر الميليشيات الطالعة من الحرب مع حلافاء الماليين بحجة الطوايف والطائفية من سنة ال76 يمكن بلاشنا طاولة حوار يعني كل ما نسمع طاولة حوار واحد يبلش اعتلام ما يرجع له شيء اغتيال ولا اشتفجير لانه هيدا وقتا واحد يقر في انه عشائر حكم البلد خارجي عن القنون وهي فوقه تعطى نقعد من بعض لنحلها واذا ما قعدوا من بعض شو عم نقول للناس ونحن بدنا العهد الاوي والحكومة الاوية والمجلس الاوي ومؤسسات الدولة وهالدولة الاوية كلها سوا تحكم من قبل مجلس عشائر ما قلوا اي صفة قانونية ونرجع على هديك الكارس الكبرى اللي كتبت امام اسلام بيبيانه الوزاري بوقتها بيبيان الوزاري للحكومة اللبنانية هيا مفروض تكونوا فضيحة بعد ما قلعت الحكومة انه تلتزم الحكومة بمقررات طاولة الحوار بيعود ست سبع اشخاص بيخبروا اخبار على طاولة ما قلع اي صفة قانونية الحكومة بتكتب بيان الوزاري انه تلتزم بقراراتها بنرجع لهون هيدا هو الحل لهالاشكال الكتير كبير يصير بالبلد هيدا هو المحل اللي وصلنا له ونعمل الدوارة كاملة يعني فيه جنبلات كمان محضر انتخاباته بتتفههم مع القوات القوات كتير عندهم مشكل مع الحكومة بس قال بيتحالفوا مع القوة السيادية هلا جنبلات من ضمن الناس اللي قاعدين مع حزب الله بقلب الحكومة واللي بيصريح حتى وقتها ينتقت حزب الله ولا ايران انه انا مش بالوالي تفوت باي جبهة ضد حزب الله جبهة سياسية القوات ما عندهم مشكل يتحالفوا مع وليد جنبلات لانه لا في فساد وفي ثورة عن جنبلات الفساد يمكن عند هول مجموعات اللي ما اعترفوا بانه القوات لا ثورة ولا انتفاضة ولا شحار هونيك بيصير المشكل طبعا لزوم المعركة الانتخابية منكمل نسب بحزب الله لنشوف بكرة ان شاء الله يعملونه شيء اربعين وزير اربعين نايب عفوا مع مين بدون يعملوا حكومة وكيف بدون يكون شكلها ويحطوا حزب الله جواتها ولا براتها ونبيه بره هني بيحبوه بيجيبوه رئيس مجلس نيابي ولا لا هو الاخبار ها الدوارة هي ذاتة عطع سنة يعني من بداية 2021 صنة بداية 2022 في كتير ناس كانوا عم بيخبرونا انه ازمة عابرة بس عملوا حكومة وشوية اجراءات بيمشي الحال ها حكومتن وها اجراءاتن وليكن الحال كيف هو عملنا ركاب سريع عن سنة الـ 21 ان شاء الله نكون غلطانين بس القصة ما انتهت مع انه الشمس انه برامنا حوالها الشمس برمي وقطع 365 يوم يعني هيك ازمة مع هيك بشر بالحكم عوقوبة بعدها كتير طويلة المدى هم نحكي سنوات مش قصة اشهر واكلافة على المجتمع عم بتزيد وعم نسمع اخرها بهيدي الحكومة الكريمة اللي هون كل هون مشاكل اللي هم نحكي عنهم بين بعض واللتيات ولا واحد بيجيب سريع انه يعلق عها الموضوع انه في هايدي اللجنة الوزرية اللي عم تقررنا شو بنا نعمل نحنا بالأزمة المالية ليلة ريت يحولوا الودائع لليرقة اللي تحولت وهدي فتحة نرجع نقططع من بعض الودائع وحديث عن الفوائد وغيره باستهداف واحد ما سمعنا بعد شي عن المصارف ورسميلهم ما سمعنا شي بعد عن التدقيق المحاسبة يا خي غير الجنائق بمصرف لبنان هيدا كيف مجمع اخسارات بتفوق الخمسين مليار دولار بحساباته وممخبر حدا هيدا الحكومة تابعهم ما بتجيب سريطون ما بنسمع إلا كيف بدنا ننزل من قيمة الودائع ليش لأن الودائع هي مطلوبات على البنوكي البنوكي هي علي تأمنها فببنا نوزع خسائر أول هم برأسنا كيف نخفف عن البنوكي خسائرهم كنت حابب أنا تيار أمل قوات حزب الله مستقبل مئاتي ماشي رحال مئاتي ما رح نتوقع كتير لأنه هو رياض سلامة واحد بس هو عهو يعلقوا وزعته فليكن يعلقوا شيء منيح يعلقوا بس يعلقوا عهو يعلقوا عكبة الكنترول ينطفوا أحزابهم من الناس اللي سقطوا خطة من سنتين ومنعوا بآليات طويلة عريضة لا إقرار خطة ولا كبة الكنترول ولا شيء كنا بلاشنا نصدقون شوايفا تقليعت السنة ع نفس الفيلم القديم بس لأنه في انتخابات حاطين له طير بو صغير فما تضع عصابنا تحملنا بهالكم شهر الجايين ترجمة نانسي قنقر